أعتقد في مظاهرات الحالية نحن لسنا أمام مظاهرات لأقل مجتمعية وإنما نحن أمام مظاهرات من طرف سياسي ونحن أمام مظاهرات يقوم بها طرف سياسي محدد وبالتالي ليس من المنطقي أن تشارك أطراف أخرى في هذه المظاهرات يعني كل ما قيل حول مشاركة أطراف أو فعاليات أو ما كذا هو بروباجاندا لا معنى لها بالنهاية نحن أمام احتجاجات ذات طبيعة حزبية وذات مطالب محددة بالتالي لا يمكن أن تكون شاملة لكن السؤال المهم هنا لماذا لم تشارك هذه المحافظات في انتفاضة تشرين في احتجاجات تشرين هناك أسباب عديدة حول هذا الموضوع يعني ونحن ناقشنا هذا الموضوع كثيرا في العام 2019 وقلنا بشكل واضح أن أي مشاركة لهذه المحافظات في ظل نظام طائفي ستستخدم السلطة هذه المشاركة لإعادة الشحن الطائفي وتخويف الجمهور الشيعي بأن هناك أطراف أخرى تتربص باحتكار القرار السياسي في العراق بيد الفاعلين السياسي الشيعاء وبالتالي تستطيع أن تخترق التظاهرات الأمر الثاني المهم أن هذه المحافظات كانت قد خرجت من تجربة مريرة تجربة حركة احتجاج ووجهت بعنف ووجهت بتخوين ووجهت بخطاب تمييزي خطاب تحريضي خطاب طائفي من أطراف عديدة وبالتالي استتبع ذلك من دخول داعش على خط هذه الاحتجاجات في مرحلة ما بفعل السلطة لأن السلطة هي التي أتاحت لداعش الدخول إلى حركة الاحتجاج لقمعها استخدام داعش ذريعة لإنهاء هذه الاحتجاجات بالتالي التجربة المريرة التي مرت به هذه المحافظات لم تكن تسبح أن تشارك هذه القوة في هذه الاحتجاجات خاصة في ظل لأقول سياسات تنييزية فيما يتعلق بالأمن وبالتالي أي حركة احتجاج في هذه المناطق ستواجه بعنف مفرط على غير ما تواجه به الاحتجاجات في مناطق أخرى